في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى توقف وتعطر خدمات فيسبوك انستجرام واتس أب عن العمل في الأيام القليلة الماضية وشركة فيسبوك أعلنت عن الخلل الذي أصاب منصاتهم ومواقعهم لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد وخلينا نجروح إلى الفيديو تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير؟ إن شاء الله مبسطين في هذا الفيديو سوف نرى موضوع توقف خدمات فيسبوك وعن استجرام واتس أب عن العمل في الأيام القليلة الماضية إلى حوالي ست سبع ساعات وهذا التوقف لأول مرة فيسبوك والتطبيقين الآخرين المعروفين لديها يتوقفون عن العمل لهذه المدة الطويلة كان قبل ذلك توقف لمدة قصيرة والآن توقفت بشكل كامل في جميع أنحاء العالم هذا التوقف أضر بمصائح الكثير من الشركات والأشخاص والأفراد وشركة فيسبوك أعلنت وقالت السبب هو بعض التغييرات على التكوين الداخلي الذي تم إجرائه على الراوتر الداخلي للشركة وقالت الشركة في بيانها نأسف للإزعاج الناجم عن انقطاع الخدمة اليوم عبر منصاتنا وقالت أيضا في بيان نشرة عبر الإنترنت خلال الليل لقد عملنا بجد قدر الإمكان لاستعادة الوصول وأنظمتنا الآن تعمل وأضطر هذا الانقطاع على العديد من الأدوات والأنظمة الداخلية التي نستخدمها في عملياتنا اليومية لكن يؤكد فيسبوك أن كل شيء يود على ما يرام وأن كل الأنظمة تعمل الآن بشكل طبيعي جدا إذن السبب الرئيسي حسب كلام فيسبوك هو تغيير خاطئ في التكوين الداخلي كما أنه ليس لدينا أي معلومات أو أي بيانات أو أي أدلة أو أي شيء يتعلق بسرقة بيانات المستخدمين أو التعرض بيانات المستخدمين إلى الاختراق أو من هذا القبيل يعني بيقول لك أنه المشكلة من عندنا من التكوين الداخل للنظام والراوتر والشغلات هذه ولكن البيانات آمنة والبيانات اللي موجودة عندنا كلها في مكان آمن وليست معرضة للاختراق طبعا هذا كلام كلام فيسبوك وبطمئن المستخدمين وبطمئن الناس كلهم الموجودين عندهم على منصاتهم بأنه أموركم تمام وما في أي مشكلة والأمور طبيعية جدا إذن تعطوا الفيسبوك كان نتيجة خطأ معين خطأ هذا المعين هم قالوا عرفوا بقول لك أنه إحنا عرفناه والبيانات آمنة والوضع تمام تمام والأيام القادمة سوف تكشف لنا المزيد من بخصوص هذه المشكلة والآن خلينا نشوف تيليجرام خمسين مليون مستخدم جديد على تيليجرام بعد تعطل الواتس آب والفيسبوك والإنستجرام خمسين مليون مستخدم جديد موجودون الآن تم إضافاتهم على منصة وتطبيق التيليجرام سبب الإقبال وهو توقف خدمات فيسبوك وإنستجرام وواتس آب هذا الإقبال وصل حتى الآن إلى خمسين مليون وربما أكتر حسب كلام مدير قسم التحليلات يوري كيكن طبعا للعلم طرفكم تطبيق التيليجرام وهو تطبيق روسي وهذا التطبيق أطلقه رجل الأعمال والمبرمج الروسي بافيل إتروف وهنا بحب أقول لكم بالمناسبة أنه تطبيق التيليجرام يوجد به مميزات رائعة جدا مش موجودة في واتس آب واللي جربه بعرف هذا الكلام وإن شاء الله إذا إنا فرصة بنعملكوا عنه فيديو عشان تشوف الفرق بينه وبينه الواتس آب والآن بنا نيجي نقول لكم إيش اللي لازم تعمله بعد تعرض فيسبوك إلى التوقف وربما إلى الاختراق فلذلك لازم تأمن الأمور هذه وتعمل في بعض الشغلات لازم تعملها سنتطرق إليها الآن وأورجيكم إياك إيش ممكن أنت تعمل عشان تحافظ على بياناتك أكتر بسم الله الرحمن الرحيم بعد عملية اختراق الفيسبوك أو بعد عملية توقف نقول الفيسبوك والإنستجرام والواتس آب طبعا العمل بدنا نيجي الآن أن نعمل عملية أو نعمل حاجة مهمة جدا أو أربع شغلات أو ثلاث شغلات مهمة جدا لازم نعملها علشان يكون في تأمين لحساباتنا لأنه هذا التوقف ما بتعرف إيش إيش فيه وراه ممكن يكون التوقف سرقة المعلومات ممكن يكون التوقف لشيء معين ما بتعرف فأنت احتياطا لازم تعمل التالي بتيجي على الفيسبوك زي ما أنت شايف منيجي على صفحة الفيسبوك الرئيسية تبعتك وبتيجي على الثلاث شرطات أو الثلاث شرطات اللي فوق بتنقر عليهم هيك وبتيجي على اللي هو الاعدادات الاعدادات والخصوصية بعد الاعدادات والخصوصية في عنا هاي الاعدادات الخصوصية بعد الاعدادات الخصوصية في عنا حاجة اسمها الاعدادات وبعد الاعدادات هاي الملف الشخصي وإعدادات في عندنا هنا مننزل لعند كلمة الأمان في عندنا الأمان وتسجيل الدخول تيجي عليها زي هيك بيجيك هنا اللي هو في عندك أول إشي اللي هو تغيير كلمة السر تيجي تعمل عملية أول حاجة كلمة السر القديمة بعدين كلمة السر الجديدة وبتعيد كلمة السر الجديدة وبتعملهم هذا أول حاجة تاني حاجة إيش تعمل نعمل بعمل تخلص تيجي على اللي هي المصادقة الثنائية المصادقة التنائية هذه علشان بتقول لك سنطلب رمز تسجيل الدخول إذا لاحظنا محاولة لتسجيل الدخول من جهاز أو متصفح غير معروف وبتنقر عليها زي هيك وبتعمل عملية اللي هو أنا مشغلها هي طبعا الآن شغالة بتعمل عملية تشغيل إلها هالي تاني حاجة تالت شغلة لازم تعملها اللي هي إعدادات إجراءات أمان إضافية تلقي تنبيهات بشأن تسجيل الدخول غير المعروفة يعني إذا صار في تسجيل دخول غير معروفة سنخبرك إذا قام أي شخص بتسجيل دخول من جهاز أو متصفح لا تستخدمه عادة يعني إذا واحد سجل على حسابك دخول من تطبيق أو متصفح سيخبرك به اللي هو الفيسبوك سيرسل لك برسالة والرسالة هذه ممكن يرسلك إياها وين ما أنت تريد بعد ما تعملهم وتخلص تتأكد أنك عملتهم بتيجي على التحقق من إعدادات الأمان المهمة وبتنقر عليها زي هيك بيجيك هنا صح أخضر وهنا صح أخضر وهنا صح أخضر الثلاث صحات الخضر هدول لما يجي عندك بيكون عندك أن تنفعل كلمة السر جيدة والمصادقة الثنائية قيد التشغيل وتنبيهات تسجيل الدخول قيد التشغيل هذه الثلاث شغلات لازم تعملها ضروري جدا أنك تعملها علشان يكون جهازك في أمان ويكون وضعك لوز اللوز وبهيك هذه أهم شيء أهم شغلات لازم أنت تعرفها إن شاء الله يكون وصلت المعلومة لك وتكون المعلومة سهلة وصلت إليكم وإذا كان في أي سؤال كتبوا ليها في التعليقات إن شاء الله هجوبكم عليه إن شاء الله يكونوا استفدتم بالفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد ونلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام